بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس مادة الفيزياء للصف الثاني عشر عنوان درسنا لهذا اليوم تدفق المائع الجزء الثالث في البداية دعونا نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يستنتج معادلة الاستمرارية مستعيناً بتجربة افتراضية لانسياب المائع في أنبوب ذي أبعاد مختلفة يطبق معادلة الاستمرارية في حل مسائل متنوعة بدون أخطاء يفسر آلية عمل أنبوب ديفينتوري موضحاً كيفية ارتباط عملها بمعادلة الاستمرارية يعدد أمثلة عملية على أنبوب ديفينتوري في حياتنا اليومية تمهيد كثيراً ما تشاهد عزيز الطالب أنواعاً عديدة من زجاجات العطر أو العبوات التي تستخدم في رش السوائل أو حتى المبيدات الحشرية ولكن هل تعرف الآلية التي تعمل بها هذه الزجاجات في رش العطر أو السائل الذي بداخلها؟ تعتمد هذه العبوات في عملها على تدفق المائع وهذا ما سنتعرف عليه في درسنا اليوم عن تدفق المائع في الأنابيب ذات الأبعاد المختلفة تدفق المائع في الأنابيب ذات الأبعاد المختلفة يوضح الشكل أنبوبة ذات مساحتي مقطع عرضي مختلفتين على جانبيها هما A1 و A2 لاحظ أن مساحة المقطع العرضي في البداية هي A1 ومساحة المقطع العرضي في نهاية الأنبوب هي A2 يتدفق بها مائع غير قابل للانضغاط بحيث يدخل من أحد طرفيها ويخرج من الآخر أولا ما معدل التدفق عند الطرف الأول تذكر معي عزيز الطالب كيف نحسب معدل التدفق في أنبوبة ما إن معدل التدفق يمكن أن يحسب من خلال العلاقة Q equal A times V وبالتالي بتطبيق العلاقة عند الطرف الأول نستنتج أن Q1 ستساوي A1 times V1 ثانيا ما معدل التدفق عند الطرف الثاني أحسنت عزيز الطالب سوف يكون بالطريقة ذاتها مساويا ل Q2 equal A2 V2 أي مساحة المقطع الثانية مضروبة بسرعة جريان المائع عند المساحة الثانية لكن هل هناك علاقة بين معدل التدفق عند الطرف الأول Q1 ومعدل التدفق عند الطرف الثاني Q2 للإجابة على هذا السؤال سوف نقوم بتجربة افتراضية في التجربة الافتراضية سنقوم بدراسة حالتين الحالة الأولى دراسة تدفق المائع في أنبوب ذو مساحة مقطع منتظمة أو ثابتة كما هو موضح أمامنا لاحظ عزيز الطالب أن مساحة مقطع الأنبوب تظل ثابتة في جميع أجزائه افترض وجود مائع غير قابل للانضغاط يتدفق عبر الأنبوب منتظم مساحة المقطع سنقوم بدراسة معدل التدفق بين الأجزاء المختلفة لاحظ أن قيمة معدل التدفق تكون متساوية عند جميع أجزاء الأنبوب وتساوي 5000 لتر في الثانية لاحظ أيضا أن سرعة تدفق المائع تكون متساوية في جميع أجزاء الأنبوب لاحظ أن قيمة السرعة تساوي 1.6 متر بير سكند وتظل ثابتة بغض النظر عن مكان قياس السرعة داخل الأنبوب وذلك لأن مساحة مقطع الأنبوب تكون منتظمة وبالتالي ستكون ثابتة في جميع أجزائه وكذلك معدل التدفق سيظل ثابتا في الحالة الثانية سنقوم بدراسة تدفق المائع في أنبوب ذو مساحة مقطع غير منتظمة أو متغيرة لاحظ عزيز الطالب أن مساحة مقطع الأنبوب تختلف بين أجزائه افترض وجود مائع غير قابل للانضغاط يتدفق عبر الأنبوب لاحظ أن معدل التدفق والذي يساوي 5000 لتر لكل ثانية سيظل ثابتا بغض النظر عن مساحة مقطع الأنبوب فعند المساحة الصغيرة أو المساحة الكبيرة بقي معدل التدفق ثابتا نأتي الآن إلى مراقبة قيمة السرعة لاحظ عزيز الطالب أن السرعة ستكون صغيرة وتساوي 0.7 متر بير سكند في الجزء الذي تكون فيه مساحة المقطع كبيرة أما في الجزء الذي تكون مساحة المقطع فيه صغيرة فإن السرعة ستكون كبيرة وتساوي 4 متر بير سكند وهذا يعني أن السرعة تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع بالرغم من بقاء معدل التدفق ثابتا من خلال ما شاهدناه في التجربة الافتراضية السابقة نستنتج أنه عند تدفق مائع غير قابل للانضغاط في أنبوبة لها مساحتي مقطع عرضي مختلفتين فإن حجم المائع الذي يدخل إلى الأنبوبة في وحدة الزمن عند A1 يجب أن يساوي حجم المائع الذي يخرج منها عند A2 في وحدة الزمن أيضا تحقيقا لمبدأ حفظ المادة أي أن معدل التدفق الحجمي عند مدخل ومخرج الأنبوبة وفي أي جزء من أجزاء الأنبوبة يكون متساويا أي ثابتا وذلك يعني Q1 تساوي Q2 وبما أن معدل التدفق الحجمي يحسب من العلاقة Q equal A times V فإن A1 times V1 تساوي A2 times V2 وهذه المعادلة تعرف بمعادلة الاستمرارية إذن إن معدل التدفق يظل ثابتا Q1 equal Q2 وبما أن Q ستساوي A times V استنتجنا أن A1 times V1 equal A2 V2 والتي تعرف بمعادلة الاستمرارية في الواقع سميت معادلة الاستمرارية بهذا الاسم لأنها تصف معدل التدفق المستمر عبر الأنبوب أي أن Q1 ستساوي Q2 وبدورها ستساوي A1 V1 equal A2 V2 لاحظ عزيز الطالب أن A1 هي مساحة المقطع العرضي عند الموقع الأول وتقاس بوحدة المتر سكوير أما V1 فهي السرعة عند الموقع الأول والتي تقاس بوحدة المتر لكل ثانية A2 هي مساحة المقطع العرضي عند الموقع الثاني وتقاس بوحدة المتر سكوير أما V2 فهي السرعة عند الموقع الثاني وتقاس بوحدة المتر لكل ثانية طبقا لمعادلة الاستمرارية فإن معدل التدفق الحجمي يظل ثابتا بينما تتناسب سرعة التدفق عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوب إذا كان المائع يتدفق عبر مقطع ضيق أو مساحة صغيرة فإن سرعته ستزداد أما إذا كان المائع يتدفق عبر مقطع واسع أي مساحته كبيرة فإن سرعته ستنخفض ملاحظة هامة عند حل الأسئلة باستخدام معادلة الاستمرارية إذا تفرعت الأنبوبة إلى أكثر من تفرع كما هو موضح أمامك عزيز الطالب كان يوجد لدينا أنبوبة وتفرعت إلى فرعين فإن معدل التدفق الكلي في الأنبوبة الأولى سيساوي مجموعة معدل التدفق في جميع الأنابيب لاحظ أن Q ستساوي Q1 بلس Q2 وهكذا أي أن A V ستساوي A1 V1 بلس A2 V2 وهكذا تعتبر هذه الفكرة مفيدة في دراسة الأنابيب التي تتفرع إلى أجزاء أصغر كتفرع الأوردة والشرايين وتمديدات المياه في المنازل والمصانع أنبوبة فينتوري تأمل معي عزيز الطالب الشكل المجاور والذي يوضح أنبوبة فينتوري تعتبر أنبوبة فينتوري أحد أهم التطبيقات على تدفق المائع في الأنابيب ذات الأبعاد المختلفة تتكون أنبوبة فينتوري من أنبوبة مختلفة الأبعاد ذات ممر ضيق في منتصفها لحصر تدفق المائع وزيادة سرعته هذا هو الممر الضيق الذي نتكلم عنه هذا تخطيط آخر لأنبوبة فينتوري تعتبر أنبوبة فينتوري مثالا على تحقق معادلة الاستمرارية حيث يكون معدل التدفق الحجمي ثابتا وتتناسب السرعة المائع عكسيا مع مساحة مقطع الأنبوب وتستخدم أنبوبة فينتوري عادة لقياس سرعة تدفق المائع في الأنابيب في أنبوبة فينتوري لا بد أن يكون معدل التدفق ثابتا في جميع أجزاء الأنبوبة لكن يوجد هنا ممر ضيق يعني أن مساحته أقل من باقي أجزاء الأنبوبة لذا يلجأ المائع إلى زيادة سرعته لتعويض النقص في مساحة المقطع لنفترض أن هذا الجزء العلوي من بخاخ العطور فعندما تكون المساحة صغيرة تزداد السرعة جريان المائع في الممر الضيق مما يؤدي إلى نقصان الضغط وبالتالي هذا يولد فرقا في الضغط بين أسفل أنبوبة العطر وأعلاها مما يعني اندفاع السائل نحو الأعلى ليخرج من الطرف الآخر بسرعة على شكل رداذ استخدامات أنبوبة فينتوري أولا تستخدم في بخاخات العطور وفي مضخات الشفط وفي مازج الهواء الكربوريتر في السيارات من التطبيقات اليومية على معادلة الاستمرارية الفرق بين سرعة الماء المندفع من الخرطوم العادي حيث تكون السرعة منخفضة لأن مساحة مقطعه كبيرة كما في الشكل الأيمن والسرعة الكبيرة للماء المندفع من الخرطوم المزود بفوهة ذات فتحات أضيق كما هو في الشكل الأيسر بعض التطبيقات على معادلة الاستمرارية وأنبوبة فينتوري أولا بخاخات العطور ومضخات الشفط ومازج الهواء الكربوريتر في السيارة وأنبوبة مخرج عادم السيارة سؤال يتدفق مائع بمعدل ثابت في أنبوب أفقي إذا كانت سرعة تدفق المائع عند بداية الأنبوب 10 متر بير سكند حيث تكون مساحة مقطعه 0.2 متر سكوير إذا كان الأنبوب يتسع تدريجيا فيخرج منه المائع بسرعة تساوي 5 متر بير سكند أوجد مساحة مقطع المخرج أولا نقوم بتحديد المعطيات والمطلوب في هذا السؤال 10 متر بير سكند هي V1 وA1 هي 0.2 متر سكوير وV2 هي 5 متر بير سكند والمطلوب مساحة المخرج أو A2 نكتب معادلة الاستمرارية A1 V1 equal A2 V2 وبالتعويض 0.2 times 10 equal A2 times 5 وبقسمة الطرفين على 5 وبإجراء الحسابات نستنتج أن A2 ستساوي 0.4 متر سكوير سؤال يتدفق الماء داخل أنبوب أفقي بسرعة 1 متر بير سكند ثم يضيق الأنبوب في نهايته ليصبح قطره ربع قيمته الأصلية أوجد سرعة التدفق في الجزء الضيق لحل هذا السؤال لا بد لنا أن نحدد المعطيات والمطلوب إن قيمة V1 تساوي 1 متر بير سكند لاحظ عزيز الطالب أن نقصان قطر الأنبوب إلى ربع قيمته الأصلية يعني بالضرورة نقصان نصف قطره أيضا إلى ربع قيمته الأصلية وبالتالي نستطيع أن نكتب أن R2 ستساوي 1 over 4 R1 المطلوب في السؤال هو V2 نكتب معادلة الاستمرارية A1 V1 تساوي A2 V2 وبما أن مساحة مقطع الأنبوب دائرية الشكل سنقوم باستبدال A1 و A2 بمساحات الدائرة لاحظ عزيز الطالب أن مساحة الدائرة ستساوي by R2 وبالتعويض نستنتج أن by R1 square V1 equal by R2 square V2 وباختصار باي من الطرفين نستنتج أن R1 square times V1 ستساوي 1 over 4 R1 square V2 لاحظ أننا قمنا باستبدال R2 بقيمتها وهي 1 over 4 R1 بعد ذلك سنقوم بتوزيع التربيع وفك الأقواس لذا سوف نكتب R1 square V1 equal 1 over 16 R1 square V2 وباختصار R2 square من الطرفين نستنتج أن V1 ستساوي 1 over 16 V2 وبما أن قيمة V1 موجودة لدينا لذا سوف نستنتج أن V2 ستساوي 16 times V1 والتي ستساوي 16 times 1 والتي في النهاية بعد الحساب ستساوي 16 meter per second سؤال عند الشهيق يتدفق الهواء إلى القصبة الهوائية بسرعة 15 cm per second إذا كانت مساحة مقطع كل من شعبتين القصبة الهوائية بعد تفرعها تساوي 1 over 8 من مساحة مقطع القصبة الهوائية الرئيسية فكم تكون سرعة تدفق الهواء في كل من الشعبتين أولا نقوم بتحديد المعطيات والمطلوب V هي سرعة الهواء في القصبة الهوائية الرئيسية A1 و A2 مساحة شعبتين القصبة الهوائية والتان تساويان ثمن مساحة مقطع القصبة الهوائية الرئيسية المطلوب في السؤال سرعة الهواء في كل من الشعبتين والتي سوف نطلق عليها V1 equal V2 والتي تساوي V prime نكتب الآن معادلة الاستمرارية A V equal A 1 V1 plus A 2 V2 لاحظ عزيز الطالب أن الطرف الأيسر A V يمثل معدل التدفق في القصبة الهوائية الرئيسية A 1 V1 معدل التدفق في الشعبة الأولى و A 2 V2 معدل التدفق في الشعبة الثانية وبالتعويض مكان A 1 و A 2 و V1 و V2 نستنتج أن 1 over 8 A V prime plus 1 over 8 A V prime لاحظ عزيز الطالب أنه بإمكاننا اختصار A من جميع الأطراف لذا نستنتج أن V ستساوي 1 over 4 V prime وبعمل الضرب التبادلي نستنتج أن V prime ستساوي 4 V وبالتالي 4 times 15 والجواب سيكون 16 cm per second أي أن الإجابة الصحيحة هي C لاحظ عزيز الطالب أن قيم السرعة هنا جميعها بوحدة السنتيمتر per second لذا لم نقم بتحويل السرعة وتركناها بوحدة السنتيمتر per second مثال رقم ثلاثة صفحة 56 في الكتاب المدرسي يبلغ قطر خرطوم حديقة 1.8 cm وهو مزود بفوهة قطرها 0.5 cm احسب سرعة الماء في الخرطوم وفي فوهته إذا كان معدل تدفق الماء 0.5 liter per second الحل دعونا نحدد أعزائنا الطلاب المعطيات والمطلوب في هذا السؤال أولا D1 قطر الخرطوم D2 قطر فوهة الخرطوم المطلوب هو سرعة الماء في الخرطوم وكذلك في فوهته أما بالنسبة لمعدل التدفق فهو Q والذي يكون ثابتا لا بد في البداية عزيزي الطالب من تحويل وحدة معدل التدفق من liter per second إلى meter cubic per second وذلك بضربها between to the power minus 3 نأتي الآن إلى دراسة سرعة تدفق الماء في الخرطوم والذي نرمز له بالرقم واحد في البداية نحسب نصف قطر الخرطوم إن نصف قطر الخرطوم سيساوي R1 والتي تساوي D1 over 2 وهي القطر مقسوما على إثنان لاحظ أننا قمنا بتحويل القطر من السنتيمتر إلى المتر بضربها by 10 to the power minus 2 وقسمتها على إثنان لحساب نصف القطر والذي سوف نستنتج أنه سيساوي 9 times 10 to the power minus 3 متر أما بالنسبة لسرعة جريان الماء في الخرطوم فستساوي Q over A وبالافتراض أن مساحة مقطع الخرطوم دائرية الشكل نكتب by times 9 times 10 to the power minus 3 by square طبعا إن معدل التدفق سيساوي 0.5 times 10 to the power minus 3 وبإجراء الحسابات نستنتج أن قيمة V1 داخل الخرطوم ستساوي 2 متر بير سكند نأتي الآن عزيز الطالب إلى دراسة سرعة الماء خلال فوهة الخرطوم والتي نرمز لها بالرقم إثنان نحسب نصف قطر فوهة الخرطوم بداية بالطريقة ذاتها التي قمنا بحساب نصف قطر الخرطوم إذن R2 تساوي D2 over 2 وبتحويل السنتيمتر نكتب 0.5 times 10 to the power minus 2 over 2 والتي ستساوي 2.5 times 10 to the power minus 3 متر أما بالنسبة لV2 فإنها ستساوي Q over A2 Q ثابتة 0.5 times 10 to the power minus 3 وأي 2 دائرية الشكل ستكون باي times 2.5 times 10 to the power minus 3 باي سكوير والتي قمنا بحسابها قبل قليل وبإجراء الحسابات نستنتج أن V2 ستساوي 25.5 meter per second يوجد طريقة أخرى وهي باستخدام معادلة الاستمرارية لحساب السرعة في فوهة الخرطوم نكتب A1 V1 equal A2 V2 لاحظ معي عزيز الطالب أن الطرف الأيسر كاملا سيساوي معدل التدفق في الأنبوبة حيث أن A1 V1 هي Q لذا سوف نكتب 0.5 times 10 to the power minus 3 أما بالنسبة لA فهي باي آر سكوير لذا نكتب باي times 2.5 times 10 to the power minus 3 باي 2 مضروبة في V2 وبإجراء الحسابات نستنتج أن قيمة V2 ستساوي 25.5 meter per second انتهى درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة